شاب لم يكن يعرف طريق المسجد رغم أن والده كان شيخاً يقوم بتحفيظ القرآن للناس حيث أفسده أصدقاء السوء وأبعدوه عن طريق الله وفي أحد الأيام علم والده أن ابنه سيذهب عند المساء مع أصدقائه الفاسدين ويرتكب جريمة زنا فحاول منعه بالقوة وعندما لم يستطع دع الله أن يمنعه عن هذه الجريمة كيف شاء وبعد ساعة واحدة عاد الإبن بعد أن أصيب في حادث سيارة أفقده القدرة على السير تماماً وأكد الأطباء عدم وجود سبب واضح لهذه الإعاقة وأصبح الإبن قعيداً على كرسي متحرك وزاد كرهه لأبيه لاعتقاده أن إصابته بسبب دعوة أبيه رغم أن والده حزن عليه حتى توفي ومع ذلك ظل الإبن غاضباً منه رغم راجاء أمه وإخوته أن يدعو له بالرحمة وفي إحدى الليالي نام الشاب وراوده حلم غريب حيث رأى نفسه في مقبرة ويرى الموتى يخرجون من قبورهم ويجمعون أشياء ملقاة على الأرض وهم يزحفون وبينهم شخص كان جالساً رافعاً رأسه شامخاً ولا يجمع شيئاً مثلهم ولا يلقي بالاً للأشياء التي يجمعونها وبعد فترة راوده نفس الحلم ورأى الموتى يجمعونما على الأرض فذهب لذلك الرجل وسأله كنت أراك جالساً لا تلقي بالاً لما يجمع هؤلاء الناس وأما الآن فأجدك تجمع مثلهم فماذا كانوا يجمعون؟ فقال له كانوا يجمعون الحسنات فعندما يأتي شخص ما ويدعو الله المغفرة لفقيده ويجمع معهم موتى المسلمين تنتشر الحسنات هنا على الأرض فيخرجون ويجمعون ما يستطيعون من الحسنات لتنفعهم يوم القيامة وعندما كنت أجلس ولا أجمع معهم ذلك لأني لم أكن أحتاج هذه الحسنات فقد كان عندي ابن صالح يدعو لي والآن لما رأيتني أزحف وأجمع الحسنات مثلهم فهذا لأن ابن الصالح قد مات فبدأت أجمع الحسنات مثلهم لتنفعني يوم القيامة ألم تحفظ قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له استيقظ الشاب مع أذان الفجر يصرخ باكيا ويقول أحبك يا أبي سامحني على ما سببته لك وعلى قسوتي اللهم اغفر لأبي وارحمه رحمة واسعة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات استيقظت الأسرة على بكائه ودعائه وأخذوا يهدئونه فطلب من شقيقه أن يساعده ليتوضأ ويأخذه إلى المسجد ليصلي الفجر مع الجماعة ومرت أيام طويلة والشاب يصلي كل الصلوات في المسجد رغم معاناته الشديدة فقد نوى على عدم التراجع أبدا عن طريق العودة إلى الله وفي إحدى الليالي وقبل صلاة الفجر رأى والده في المنام يبتسم ويقول له يا بني لقد سامحتك وغفر الله لك ففرح كثيرا لهذه البشرى وسجد لله شكرا ثم ذهب ليصلي الفجر في المسجد جالسا على الكرسي ودع الإمام طويلا دعاء القنوت فانهمر الدموع الشاب ووجد جسده يرتعش وبعد أن سلم قام من فوق الكرسي ليقف على قدميه ويصلي ركعتي شكر لله وجاء المصلون من حوله يهنئونه وجاء الإمام ليهمس في أذنه وهو يعانقه إياك أن تنسى فضل الله عليك ورحمته بك فإن حدثتك نفسك بمعصية الله فلتعود إلى الكرسي ولا تتركه أبدا حتى تؤدبها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون رجل شقي لا يعرف في حياته سوى التنقل بين المقاهي والجلوس مع أصدقائه ليتحدث معهم عن أمور تافهة أو الخوض في أعراض الناس ولا يهتم بأذان المؤذن الذي يخبره بأن صلاة ستقام ورغم أن عمره اقترب من الأربعين إلا أنه لم يتزوج لعدم قدرته على تحمل المسئولية وفي أحد الأيام وأثناء جلوسه بالمقهى وجد رجلا كفيفا يجلس بجوار شاب كان الشاب قد وجد هذا الكفيف قد تعب وهو يمشي في الطريق فأخذه ليستريح بعض الوقت ثم يكمل طريقه وبعد قليل تركه الشاب ليشتري له بعض الطعام ولم يشعر الكفيف بمغادرة الشاب وإذا بالرجل الشقي يسمع الكفيف يتحدث إلى الشاب قائلا أشكرك يا أخي ونصيحتي لك ألا تضيع وقتك بالجلوس على المقاهي حتى لا يؤذيك الدخان ولا تلهيك عن صلاتك وعمل الخير فالأعمال قصيرة وعلينا الاستفادة من كل دقيقة في طاعة الله عز وجل غضب الرجل وظن أن الكفيف يبصر ويقصده هو بالكلام خاصة أنه لا أحد يجلس بجانبه وعندما قرر الكفيف مغادرة المكان وضع هذا الرجل الشقي قدمه في طريق الكفيف ليتأكد إن كان يبصر أم لا ولكن الكفيف سقط على البلاط وأصيب رأسه ونزف الدم منه وراح في غيبوبة فأسرع الجالسون بعلاج جرحه ثم أخذوه إلى المستشفى ولا يعلم أحد أن الرجل الشقي هو من أوقعه متعمدا وفي اليوم الثاني وأثناء جلوس الرجل الشقي بالمقهى أخبره صديقه أن الرجل الكفيف الذي سقط أمام المقهى بالأمس قد مات وأن له زوجة وطفلين أحدهما كفيف والآخر يبصر فنزل هذا الخبر على الرجل كالصاعقة ولأول مرة يشعر بأحد ويبكي وترك المقهى في حزن شديد توصل الرجل إلى عنوان بيت الكفيف وفي أحد الأيام أخذ مبلغا من المال وذهب إلى أسرة الكفيف وأثناء انتظاره زوجة الكفيف ليعطيها المبلغ سامع الإبن الكفيف يقول لأمه لا تحزن يا أمي فأبي في الجنة إن شاء الله فهو لم يفعل إلا كل خير طوال حياته وإن كان على مصروف البيت فقد حفظت بمساعدة أبي القرآن كاملا وسوف أحصل على مكافأة كبيرة هذا الأسبوع وسوف أعمل أي عمل أستطيع القيام به ولن تحتاجي لأحد بك الرجل وهو يستمع للطفل الذي لا يزيد عمره عن عشرة أعوام وأثناء ذلك جاءت الزوجة فغاساها الرجل وأعطاها المبلغ وقال لها هذا المبلغ كان لزوجك عندي من زمن وكنت مسافرا وعندما عدت وعلمت بموته حزنت كثيرا وها أنا أرد ما علي من دين وإن شاء الله سأتكفل بكم حتى وفاتي فلا تحملي همّا أخذت الزوجة المال لأنها كانت تحتاج إليه كثيرا ولم تهتم إن كان الرجل صادقا في كلامه أم أعطاها المبلغ كصدقة تغير الرجل تماما بعد هذا الموقف فأصبح يصلي كل الفروض في المسجد وبدأ يعتذر لكل من أخطأ في حقه وقضى كل أوقاته بين العمل وقراءة القرآن وما بين الحين والآخر كان يتصل بالزوجة ليقضي لها احتياجاتها وبعد ستة أشهر ذهب إليها وسلم على ولدها الأكبر ثم عرض عليها الزواج لتكون هي وطفلاها في رعايته وليكفر عن خطأه في حق زوجها الكفيف وظل يقنعها حتى استطاع ذلك ومنذ ذلك اليوم والرجل أصبح أبا للطفلين تماما وزوجا مخلصا لزوجته كل ما يسعده هو قضاء حوائجهم وإسعادهم وكم أصبحت حياته هو أيضا سعيدة خاصة عندما يحفظ جزءا من القرآن حتى أتم القرآن كاملا ودع الله أن يغفر له كل ما تقدم من ذنبه وتأخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا سعيد الزياني الفنان المغربي الشهير الذي تحول إلى داعية لدين الله كانت له قصة جعلته يتحول هذا التحول العظيم يقول الشيخ سعيد نشأت في بيت من بيوت المسلمين وكنت أحلم كما كان يحلم غيري من الشباب المراهق بتحقيق شيئين مهمين في نظري أنا ذاك لأكون سعيدا وهما الشهرة والمال فعملت مذيعا ومطربا وممثلا واشتهرت شهرة كبيرة لم يسبقني إليها أحد وأصبح اسمي على كل لسان وصوتي يسمع في كل بيت ولا أركب إلا أغلى السيارات وأفخمها ولا ألبس إلا الملابس الثمينة ومكانة الاجتماعية أصبحت راقية فأصدقائي هم كبار الشخصيات من الأمراء وغيرهم فكنت أنتقل من قصر إلى قصر وتفتح لي الأبواب وكأني صاحب تلك القصور ولكن وعلى الرغم من هذه الشهرة إلا أني كنت غير سعيد كنت أشعر بضيق شديد في صدري كنت أشعر بالتعاسة والشقاء وفي يوم من الأيام أجرى معي أحد الصحفيين لقاء صحفيا وكان من بين الأسئلة هذا السؤال من المصادفات أن اسمك ينطبق على حياتك فاسمك سعيد ما تقول في ذلك؟ وكان الجواب في الحقيقة أن ما تعتقده ويعتقده كثير من الناس غير صحيح فأنا لست سعيدا في حياتي واسمي في الحقيقة لا يزال ناقصا فهو يتكون من ثلاثة أحرف وهي السين والعين والياء سعي وأنا ما زلت أسعى أبحث عن الحرف الأخير وهو حرف الدال ليكتمل اسمي وسعادتي وللآن لم أجده وحين أجده سوف أخبرك ومرت الأيام والشهور والأعوام وكان لي شقيق يكبرني سنا هجر إلى بلجيكا وكان أكثر مني التزاما واستقاما وهناك في بلجيكا التقى ببعض الدعاة المسلمين فتأثر بهم وعاد إلى الله على أيديهم ففكرت في القيام برحلة سياحية إلى بلجيكا أزور فيها أخي وأمر عليه مرور الكرام ثم أواصل رحلتي إلى مختلف بلاد العالم فسافرت إلى بلجيكا والتقيت بأخي هناك ولكني فجئت بهيئته المتغيرة وحياته المختلفة والأهم من ذلك السعادة التي كانت تشع في بيته وحياته وتأثرت كثيرا بما رأيت إضافة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين الشباب المسلم في تلك المدينة وقد قابلوني بالأحضان ورحبوا بي أجمل ترحيب ووجهوا للدعوة لحضور مجالسهم واجتماعاتهم والتعرف عليهم بصورة قوية فأجبت الدعوة وحضرت مجالسهم فوجدت نفسي أعرف الكثير من المعلومات والثقافات إلا عن الشيء الذي خلقت من أجله والذي يحقق لسعادة الدنيا والآخرة وهو دين الله تعالى فقررت أن أترك كل شيء لكي أتعلم ديني وتفرغت لطلب العلم والدعوة إلى الله فقمت بتمديد إجازتي لكي تستمر هذه السعادة التي طالما بحثت عنها فلم أجدها وهكذا بدأت أشعر بالسعادة مع هؤلاء الأخيار في كل لحظة وأدركت أن السعادة ليست في ذلك المتاع الزائل إنما هي في طاعة الله عز وجل امتدت إجازتي عند أخي أكثر من سنتين وأرسلت رسالة إلى الصحفي الذي سألني سؤال السابق وقلت له أود أن أذكرك بالسؤال الذي سألتني فيه عن السعادة وبعدتك أن أخبرك متى ما وجدت حرف الدال والآن يطيب لي ويسعدني ويشرفني أن أخبرك بأني قد وجدت حرف الدال المتمم لإسمي حيث وجدته في الدين والدعوة وأصبحت الآن سعيدا حقا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر